سلام عليكم سد قدل في بومرداس المشهد بعد الأمطار الأخيرة هذا المشهد بعد الأمطار الأخيرة وهذا فيضان اللواد المؤدي إليه يوم أمس يعني كان فيضانا كبيرا وأحدث شيولا كبيرة في ولاية بومرداس وعدة بلديات لكن اليوم الأودية تقريبا تكاد تتوقف عن الجريان فقط يعني الأمطار الرعدية تأتي يعني شريعة وخاطفة تهدي السيول ثم تتوقف ما أننا كنا في فترة جفاف فبقاء الأودية في جريان دائم صعب بل استمرار الأودية بالجريان مع استمرار تساقط الأمطار الأودية اليوم يعني جريانها ضعيف ليس كيوم أمس ولكن الحمد لله السد ارتفعت نسبته ببضع ملايين من المترات المكعبة ولكن ليس بالارتفاع الكبير فالنسبة الحالية تعطيها إدارة السد أو إدارة السدود فلا يمكن معرفة النسبة لأن نسبته كانت تحت النصف تحت النصف بكثير قبل تساقط الأمطار لكن الحمد لله الآن هي في ارتفاع مستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر